شوف اول صورة تفضل ده ولد عنده مشكلة داخل على مرحلة الصلاة شعره رفيع خالص شعره ضعيف جدا 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 ويبتدي ينزل من الاطراف او من الاجناب جميل الشعر قريدي موجود الشعر ده بعد ثلاثين دقيقة ده انا هجيلك انا اعمل وقايا في المستقبل ان شاء الله طبعا شايفين ده بعد ثلاثين دقيقة الشعر طبعا لو انت خد بالك الفوليوم بتاعه زاد لونه بقى اغمى لونه اتغير والفراغات اللي كانت موجودة اتملت اتملتش هي قلت بالنسبة كبيرة جدا المساحة قلت صح يعني في خلال ثلاث شهور كل بصيلة خلاص بتبتدي تطلع شعر جديد ده واحد دي كس يعني خطيرة جدا يعني بنتكلم عنها كتير او في كل حتة ده حد تزارع شعر خلاص شاب عنده ثلاثين سنة وده كانت النتيجة النهائية بعد تزارع الشعر هو اصل عنده مشكلة في ده بعد ثلاثين ديئة بعد ما عملنا له يعني زراعة الشعر ما نفعتش لا هي نفعت معي بس هو ضغطية شعره ضعيفة اه ما بتطولش بسرعة اه محتاج يغزي شعره جميل؟ ده ايه دكتور بقى ده ده برضو ده نقف عند السرعة دي بس شوية دي منتشرة جدا ما بين ناس كتيرة قوي ما بين رجالة كتيرة جدا 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 دلوقتي تلاقي الجزء اللي في النص بتاده عمالي يفضى يفضى يخف يخف لحد ما يدخط من حالة الصرعة الشعر موجود والبصيلات موجودة بس ضعيفة اه تمام؟ الفكرة احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا تنشيط للبصيلة بتاعة الشعر عشان خاطر تمام؟ تغزي الشعر الضعيف فالشعر الضعيف هيديني الصورة اللي بعد كده اللي هو شوفها بقى بعد اه اه دي بعد تلاتين دقيقة ايه ده؟ اه في حاجتين مختلفين لون فروض الرأس تغير لون احمر ده معناه ان الدم بتده يجري على البصيلة ويغزيها اه تاني حاجة لون الشعر تغير لون الشعر كان خفيف قوي لون الشعر ابتدى يروح للاسمرارة للاغمى للاغمى صح صح تمام؟ اه ده بعد تلات شهور اماكن يتزلع منها الشعر اللي هو الخفيف ده هيبتدي يطلع منها شعر جديد فيبتدي سمك او كسافة الشعر على فروض رسلت زيد